ليه بقول كمان إن قارئي نشرة الأخبار المسألة أصعب كتير من اللي بيقدموا مثلا برامجه نوعات لأن مثلا زي ما حكي قلتي الأحداث اللي بتحصل ممكن تكون أحداث من السخونة بحيث إن حضرتك ممكن تقيمي في المبنى آه ده صحيح وحصل قبل كده؟ آه طبعا طبعا يعني اليوم اللي أظن أمريكا ضربت في العراق أنا فضلت قاعدة في المبنى لغاية 6 الصبح آه وكت جاية مثلا أقولي من الساعة 5 بعد الدو يعني 24 ساعة تقريبا يعني آه تقريبا فبنقعد آه طبعا بنقعد وبنبات وبنقعد على كراسي ونقعد وبعدين طبعا عندنا شفتات اللي هي ممكن تبتدي من 12 بالليل تخلص 8 الصبح آه فيه شفتات تبتدي الفجرية آه 4 الصبح وهكذا فتلاقينا 24 ساعة متواجدين في المبنى المبنى لا يخلو من موزيع أخبار آه لازم يكون موجود كمان تحسبا لأي طارق سياسي يعني احنا كان بيبقى عندنا جدولين جدول منتظم وجدول آخر خاص بالاحتياطي مين اللي هيكون موجود في الفترة لأن ممكن استوديو الأخبار يبقى شغال فيه استوديو تاني احتياطي ممكن يخرج عليه الموزيع الاحتياطي يقرأ خبر عاجل فالمسألة فيها زي خليط النحل اللي بتشتغل 24 ساعة طبعا موزيعين ومخرجين ومحررين ومعدين يعني وبحثين المسألة يعني خليط نحل بتشتغل